متعادي متعادل متعادل سيتي. ما كانش موجود قبل كده. افضل مدير فن. وارديونا طبعا. طبعا. افضل مدافع. اه اسمه اي ده بتاع سيتي اه اه دياز بتاع سيتي. ده دست جايش. هو خد. هو خد حسن العيب من 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 ربطة الصحفين. هو اللي تم اختياره. دياز جامل جدا. افضل لها خط وسط. جن دو جان. جن دو جان. انا فراي جن دو جان. ده مهاجب. كين? او صلاح? صلاح. بس كين عمل يعني ان يكسب. صلاح طبعا عشان هنحبه صلاح. تتوقع استمرار صراحة بليفر بول? انت اه هو لا. صح? انا هيروح بي اس جي. طبعا. صلاح هيروح باريس انجريماء السيف ده. ايه تقيبك لللاعبين المصريين في الدول الانجليزي? اه تريزي جي اه بدأ الموسم يعني ما كانش بيشارك بشكل كبير. اه وكان غير محظوظ ان هو تصاب في وقت صعب. وصلاح طبعا يعني فوق مستوى التقييم بالنسبة. نيني. انت بقى كم? نيني ومحمدي. اخر سؤال مين المرشح. هو كان هيقول رأيه. او عايز الكلام عنيني ومحمد بسا عنيني. ات قطعت خلاص. شاهد لما اقصف الله. لا ادنيني يا شايف السنة دي يمكن احسى موسم ليل مع 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 يعني السنة دي اول مرة تحس ان هو باين بشكل كويس دوره قوي بيجيب اجوان او بيعمل اجوان. يعني السنة دي شوف بقاله كم سنة اربع سين في ارسنل او لكم سنة. اعتقد دي السنة السنة دي هي الاحسن بالنسبة للنيني. طبعا تازي جيم انا شايفه عامل موسم كريس جدا. والسنة دي مع استرون فيلا يعني موسم رائع لاسترون فيلا السنة فاكرة بينفسه على الهبوط. السنة دي في راسط الجدول من بدر جدا. وبيكسب احري ماطس تشيلسي كان يطلع تشيلسي بارات شامبينز فيج. فمحمدي انه يلعب حوالي تلاتاشر على الموسم على التوالي. اه. انجاز بجميع المخيص يعني. مين المرشحة اقوى لمنافست السيتي على اللقب الموسم المقبل. كما هم مانشستر نايتل. ايروبول. تشيلسي. خلي بالك مضوع كين لو هيروح حتى في انجلترا. هتفرق. غير مانشستر سيتي. لو راح مانشستر نايتل هيكسر الدنيا فرقة قوية. لو راح تشيلسي. هتبقى يعني انتقد هتفرق جدا. انا في رأي انه مفيش حد يضعي نفس السيتي. سيتي فرق اه كبير جدا. مع ان السيتي سيتيت ده وحش جدا. لو تفتكر. ده عدولات. ده كانوا في الغد نصف. لولا ليفربول اللي خسر متشاط كتير دي خلى الموضوعات تشقلب يعني.